بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيد المرسلين حبيب إله العالمين أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته طيبنا الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين أحييكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج أبجديات مهدوية هذا البرنامج الذي يختص ويوصل ضده على القضية المهدوية للإمام الحج المنتظر عجل الله فرجو الشريف وأرحب بضيفي فضل الشيخ حسين عبد الرضا الأسدي عضو مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي عجل الله فرجو الشريف حياك الله شيخ حياكم الله عوضي الله يأفركم إن شاء الله نعم فضل الشيخ أسلفنا في الحلقات السابقة حول اسم وأسماء الإمام الحج المنتظر عجل الله فرجو الشريف لماذا سمي الإمام بالمنتظر أو المنتظر؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ورب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين والطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين إن الأسماء المشتهرة للإمام المهدي صلى الله وسلم عليه واسمه المنتظر هذا الإسم ورج في روايات وبينت معناه وطبعا يمكن أن يقرأ بصيغة اسم المفعول المنتظر يعني من ينتظره وغيره ويمكن أن يقرأ باسم الفاعل المنتظر يعني هو من ينتظر غيره نعم وبداية طبعا الوارد في الروايات هو بلفظ ينتظر خروجه المؤمنون فهو منتظر المؤمنون ينتظرون خروجه هذا الإسم المنتظر يشير في داخله إلى معاني عديدة نعم لا بد أن تتوفر عند المؤمن حتى يكون منتظرا للمنتظر أنت لا تنتظر شيئا معدوما الشيء المعدوم لا ينتظر هو عدم فعندما نقول عن الإمام المهدي عليه السلام بأنه منتظر هذا يستبطن اعترافا بوجوده وإلا لو كان عدما فلا ينتظر هذا أولا وثانيا أنت لا تنتظر شيئا قد يأست من قدومه شيء راح من عندك خاتم وقع في البحر خلاص ما تنتظره ليش؟ لأنه عندك يأس من الحصول عليه وأصلا الانتظار هو ترقب شيئا ما أحسنت هو هذا وصل معنى اللغوي أن الانتظار هو بمعنى ترقب غائب لكن هذا المعنى يستبطن هذه المعنى أولا وجود من تنتظره وإلا لو كان عدما لما تنتظر وثانيا أن هناك أملا بقدومه ليس هناك يأس بعدم قدومه وإلا الميؤوس من قدومه لا ينتظر فيما يتعلق بالإمام المهدي عليه السلام عندما تسميه المنتظر هذا يعني أنك أولا تؤمن بأنه موجود موجود يعني أنه مولود ومولود وأنت تعتقد بأنه الإمام الثاني عشر إذن هو ابن الإمام العسكري عليه السلام السلام الله الإمام العسكري عليه السلام استشهد سنة مئتين وستين للهجرة معنى أن الإمام المهدي عليه السلام مولود قبل هذا العام طبعا فكل هذا يشوف المعاني وحدة الجر الثانية حتى يتم المعنى فعندما تقول المنتظر يعني أنت لا بد أن تعتقد بأنه موجود ومولود مولود سنة مئتين وخمسة وخمسة للهجرة حسب اعتقادنا الآن تقول مولود سنة مئتين وخمسة وخمسة للهجرة والآن أنت تنتظره إذن ما زال حيا فلا بد أن تعتقد بطول عمره طيب إذا كان مولود سنة مئتين وخمسة وخمسة للهجرة وهو موجود الآن وعمره طويل رح تجينا أسئلة أخرى تنفتح من هذا المفهوم أنه في هذا الأمر الطويل هو مين؟ هو غائب غائب سنه يكبر نعم عمره يكبر ولكن شكله في الروايات عندنا الخاصة لا يكبر يبقى محتفظاً بشبابه في الروايات أقل من أربعين سنة بين ثلاثين و أربعين سنة نعم فكل هذه المفاهيم يستبطنها معنى المنتظر فالإمام صلى الله عليه منتظر يعني هناك اعتقاد بأنه موجود مولود ومن ثم أمره طويل غائب لا نعرفه ونحن نترقب ونتأمل ظهوره كل هذا معنى اسم المنتظر لذلك ورج في الرواية فينتظر خروجه المؤمنون المؤمنون فالمؤمن الذي يعتقد بولادته عجل الله فرجه وجوده وولادته في سنة 255 للهجرة حتى من انساها رقم آية الكرسي في سورة البقرة 255 للهجرة في سورة البقرة هذا سنة ولادة الإمام المهدي عليه السلام حتى تكون منتظرا للمنتظر كنت توفر بك هاي الصفات ترقب حضور غائب ترقب يعني أكو أمل بالحضور حضور يعني موجود لكنه بعيد غائب ممكن أن يحضر فالمؤمنون الإمام المهدي عليه السلام سمي المنتظر لأن المؤمنين ينتظرون خروجه حسنتم يعني فضيلة الشيخ بهذا الموضوع تلاحظ بفلسفة الانتظار بأنه كله إيجابي إلى المؤمنين أو المؤمنون المنتظرون يعني اللهم عجل لوليك الفرج الفرج لمن؟ لنا وهذا موضوع آخر المنتظر هو من ينتظر الفرج أنا اليوم أنتظر بقدوم إمام مصلح راح يخلصني من الظلم والجور وراح نشوف الحياة حلوة وجميلة هذا الشيء يحتاج إلى عمل بهذا الاسم يعني أنت أسلفت في بداية الحلقة قلت بأن يحتاج عمل والعمل جدا مهم باسم بمعنى اسم ماذا أعمل؟ أنا اليوم أريد أن أتحول من غير منتظر إلى منتظر للإمام الحجر منتظر طبعا اسمح لي أن أعطي إشارة سريعة لأن هذا موضوع فيه تفاصيل كثيرة جدا موضوع الانتظار باختصار حتى تتحول من إنسان بعيد عن الانتظار إلى منتظر تنتظر الإمام مهدي عليه السلام باختصار بكلمة واحدة طبق الإسلام بكلمة واحدة الإسلام بما فيه من أصول دين لابد أن يكون عندك أصول عقائد مستدلة فروع الدين صلاة والصوم وأخواتها لابد أن تطبقها أخلاق حسن الخلق وانتظار عملي ونفسي أن تكون متهيئا تتوقع الفرجة صباحا ومساء يعني شنو؟ يعني أنت تكون متهيئ الآن في هذه اللحظة لو جاء الإمام أنت مستعد وما يستبطنه هذا الاستعداد أنه أنا مصفي حساباته إياك حقوقك مرجع لك إياها إذا ما أخذ غيبتك مستغفر لك إذا ما أخذ حقك أرجع لك إياه أنا صوم ما مطلوب أقضي صومي صلاتي هم أقضيها حقوق الناس مصفي أموري الإمام مريد إنسان مؤمن طبعا هذا هم راح يفتحنا بالملف آخر أنه معنى الإمام مصفي شنون يعني ماكو توبة لا أكو توبة فبكلمة واحدة هذا الانتظار يقتضي العمل تطبيق الإسلام باختصار تحت تفاصيل كثيرة جدا فعلى كل حال فالمنتظر ينتظر خروجه المؤمنون الرواية تعبر طبعا مفقط رواياتنا حتى روايات العامة الرواية تقول خروج الإمام يخرج في نهاية في آخر الزمان ينتظر خروجه المؤمنون نفس مفهوم الخروج اللي وارد حتى في الروايات العامة الروايات العامة عندما عامية يعني عندما تذكر الإمام المهدي عليه السلام ما تقول يولد في آخر الزمان تقول يخرج في آخر الزمان كأنه مأخوذ في ضمنها مستبطا أن الإمام في آخر الزمان يخرج وليس يولد هذا طبعا سألة من باب الشاهد دليل مدليل مو كلامنا الآن لكن فيه إشارة إلى أن الروايات عندما تقول ينتظر خروجه المؤمنون تقصد المؤمنين الذين كانوا يعتقدون بأنه ولده سنة 255 غاب هذه الفترة وبقوا على أمل بأن يظهر الإمام صلوات الله والسلام عليك فسمي المنتظر بهذا الاعتبار باعتبار أن المؤمنين ينتظرون خروجه وليست ولا ينتظرون ولادته لأنهم يعتقدون بأنه مولود مولود نعم ذكرتم السنة والولادة في الروايات بهذا الإطلاق المباشر يعني تسميه المنتظر أنا ما وجدت ولكن يمكن أن يطلق عليه المنتظر منتظر يعني هو ينتظر شيئا ما باعتبار استفادة هذا المعنى من بعض الروايات وهي لما تقول ينتظر منتظر ينتظر ماذا الروايات تقول ينتظر ثلاثة أمور نعم الأمر الأول أنه ينتظر الإذن الإلهي له بالخروج لأنه ورد في توقيعه الأخير عجل الله فرجه إلى سفيره الرابع علي بن محمد السمري طبعا السفراء مثلما تعلمون كلهم متفونين في بغداد نعم فأهل بغداد يعني مفروض يحيون هذه المقامات ويزورونهم لهم حق علينا نعم في توقيعه الأخير الإمام المهدي عجل الله فرجه يقول لعلي بن محمد طبعا خرج قبل عدة أيام وأخبره بموته وأن لا يوصي لأحد من بعده فقد وقعت الغيبة الطويلة أو الكبرى بتعبيرنا الألوار الآن في هذا التوقيع الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول للشفير فلا ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل نعم وهنا التفاتة أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يبين أن السبب الرئيسي لانتهاء الغيبة وبداية الظهور هو الإذن الإلهي إذا فهمنا هذه القضية سنفهم جواب عن سؤال بعضهم يطرحه بسه بطالب المعرفة أو ربما تشكيك بعضهم مثلا أنا سامع مثل هذا السؤال في زيارة الأربعينية زيارة الأربعينية ملايين الشيعة يمشون فيأتي من يشكك أو يتساءل نحسن الظنبي هنا يقول يتساءل يقول دول 17 مليون 20 مليون 23 مليون معقول ما بيهم 313 واحد حتى يظهر الإمام هاي شنون جوابه نعم لا بيهم 313 بيهم 10 تارا بيهم 100 ألف ربما كلهم كلهم ينتظرون الإمام ولكن من قال إن السبب الرئيسي للظهور هو 313 الرواية تقول فلا ظهور إلا بعد 313 قالت إلا بعد إذن الله عز وجل فالسبب الرئيسي للظهور هو الإذن الإلهي والله سبحانه وتعالى وفق حكمته اللامتناهية وفق علمه اللامتناهي يعرف الوقت المناسب للظهور ربما في هذا الزمن الـ 313 موجودين وغيرهم كما أسأبين موجودين ولكن ما هو هذا السبب الرئيسي للظهور 313 موجودين لكن الله سبحانه وتعالى يرى أن الوقت مو مناسب وخلص الوقت ما مناسب فلابد أن نلتفت إلى هذه القضية حتى لا نقع في المغالطة فإذن الإمام ينتظر أولا الإذن الإلهي وهو قلنا السبب الرئيسي للظهور أمر الثاني الوارد في الروايات الشريفة أن الإمام صلوات الله عليه لا يظهر إلا بعد أن يجتمع إليه أصحابه الـ 313 هذا الرقم المهدوي والذي طبعا الروايات عبرت عنهم عدة كعدة أهل بدر أيضا كانوا 313 هؤلاء أيضا هم لا يتصور أن أصحاب الإمام كلهم فقط 313 أحسنتم بعضهم يتصور هذا العمر لا هل هم قادل 313 واضحة جدا الرواية تقول هؤلاء أصحاب الألوية هؤلاء حكام الله على أرضه دائما أقرب الفكرة أقول كأن الإمام صلوات الله إذا ظهر الحكومة عالمية على كل الأرض كلها تحت حكمة فكأنه قسمها 313 دويلة أو محافظة أو إقليم أو لواء ما شئتها فعبر هؤلاء 313 هم أصحاب الألوية حكام الله على أرضه فهؤلاء هم محافظين سميهم رؤساء القادة قادة تحت قيادة الإمام المهد عليه السلام الرواية تقول لا يظهر إلا إذا أكتمل هذا العدد مواصفات خاصة طبعا مواصفات خاصة في الإيمان في التسليم للإمام طبعا دولة 313 بيناتهم هم طبقات يعني ليس كلهم طبقة واحدة الروايات لما يسأل للإمام إن شاء الله نتوفق نخلينا في حلقة خاصة إن شاء الله إنه إنه شلون يحضرون للإمام صلى الله عليه في مكة وهم من بلدان مختلفة فالإمام يقول بعضهم يفقدوا من فروشه بعضهم يقولوا لهم من أفضلهم يقولهم الذي يحملوا على السحاب فإذا أكو بناتهم مراتب دولة 313 بيهم قسم يسموهم النقباء 12 واحد النقباء دولة أعلى درجة كمالية عدم ضمن دولة 313 دولة 313 بعض الروايات يفهم منها أن فيهم خمسين امرأة وهكذا طبقات المهم أن الأمر الثاني الذي ينتظره الإمام صلى الله عليه والسلام عليه وهؤلاء ثلاثمائة وثلاثة عشر يعني هذه هي للفائد نعم هناك مرأة أخذت شهادة الدكتوراء وكرست حياتها في خدمة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وما تعمل هو نيابة عن المام ويوم من الأيام سأله أحد أقاربها قالها أنت مكرس حياتك للدراس قالت أنا سمعت من مواصفات النساء اللي من أنصار هي الدكتور شوف هذا الشيء والهدف الذي يسمى به المنتظرون للإمام صلى الله عليه وسلم طبعا ما أكو عدنا رواية تقول دكتور لأن هذه مصطلحات حديثة ولكن أكو مجال مفتوح لكل النساء أن يعملنا على أن يكوننا من الخمسين امرأة مو فقط من الخمسين امرأة طبعا أنت نافذ الرواية بالشيء يذكر يعني أنه تقول هناك ثلاث عشرة أمرأة ترجع مع الإمام 13 أمرأة والإمام لما يعدد النساء أشتباه من عندي يذكر سبعة أو تسعة أقول بقية أين أقول الإمام ما ينساهم فشلون ذكر الإمام سبعة أو تسعة بعضهم يقول هذا الرواية سقط بعضها لم يصلنا كلها كذا بعضهم هكذا يقول لا الإمام ذكر الراجعات بالنسبة لزمنه الماضي ذكر صبانة ما شغط ابنة فرعون ذكر مثلا زبيدة أو زبيدة ذكر ابنة رشيد الهجر إيش كم وحدها الأسماء ممكن حافظها بس ذكر اللي كان المولودات قبل وتوفن اللي بعد ما مولودات الإمام ما ذكر فقط نساء رجال بالنسبة للرجال والإمام يقول 13 أمرأة ترجع مع الإمام ذلك طبعا رجلهم إلى فتخصوصية فأربعة أو خمسة الإمام ما ذكر هم لأنه بالمستقبل أي وحدة مرشحة أن تكون من الراجعات فممكن نهاية الدكتورة إن شاء الله تكون من أنصار الإمام فضيلة الشيخ الرجال كذلك هل هناك من يرجع ويكون مع الإمام مفهوم الرجع والراجعون 313 أنا أتكلم 313 ما في بالي أنه رواية رواية أنه راجعين لكن نحن مثلا مالك الأشتر يرجع عبد الله ابن شريك من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام يرجع بعض الروايات تعدد أسماء سلمان المحمدي وأبو دجان و السبعة أهل الكهف و 15 رجل من أصحاب النبي موسى عليه السلام حلقة خاصة حلقة خاصة فهؤلاء بعضهم يقول لا نتوقع أن يكونوا أقل من 313 فممكن يكونوا من ضمن 313 حتى لا يفوتنا الوقت الأمر الثالث الذي ينتظره الإمام سماء إلى الختار إن شاء الله في نصف دقيقة إن شاء الله أنه ورد في بعض الروايات أن الإمام لا يظهر حتى تكتمل الحلقة وفسرت الحلقة بجيش عداده عشرة آلاف جندي في رواية أخرى 12 ألف في رواية أخرى 15 ألف وهؤلاء هم البذرة الأولى للجيش عندما يظهر الإمام في مكة المكرمة يكون معه أصحابه الـ 313 وهذا الجيش الذي سمتهم الرواية الحلقة وأولو وأولي القوان اللهم يجعلنا سماري ذا القهاد لا 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 بالمناسبة الله سبحانه وتعالى كريم فننطلب شيء قليل أطلب من عندك الكثير إذا سألتم الجنة فاسألوا الفردوس فإنها أعلاها فالرواية اللهم يجعلنا من أنصاره وعواله يا رب العالم ويجعلنا إن شاء الله من الذين يكونون خدام لتراب أقدام صاحب العصر والزماء هناك أشياء جميلة عندما نقرأ عن أصحاب الأئمة وأنصار الأئمة وخدام الأئمة سلمان المحمدي كان لا يرون أثر أقدامه لأنه يمشي خلف الإمام عليه عليه السلام هذا الحب وهذه الخدمة فنقول لي يا سيد يا صاحب الزمان أعذرنا إذا كنا مذنبين مخطئين مقصرين وأدعو وأدعو لنا نسألك الدعاية صاحب الزمان ختاما أخوتي أخواتي شكرا لطيب المتابعة وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة وشكرا لفضيلة الشيخ الطيب الشيخ حسين عبد الرضا الأسدي الذي نورنا بهذه يعني أمانة الله ورسوله اليوم الذي يريد يقرأ كتاب يحتاج إلى وقيت ويحتاج إلى أن يتعب جهده ونجد هناك بحوث خاصة وكتاب يقرأ وينظر مع فضيلة الشيخ حسين عبد الرضا الأسدي أسم الله توفيق لكم أخوتي أخواتي وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة على أمل اللقاء ببركة سيدي وموداي صاحب العاصر والزمان إن شاء الله فإلى الملتقى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته